في صحراء لا تحميهم من تقلبات التقس فيها سوى منازل القماش والصفيح فالنازحون في المخيمات لم تعد مساعدات ما قبل الانتخابات تصلهم بعدها إلا من الأياد التي لم تنقطع عن مساعدتهم في البأساء والضراء طيلة الأعوام الماضية وإحنا نازحين صارنا ثمان سنوات هذا رمضان الثامن المقضين هنا نشكر تحالف السيادة على الاهتمام بنا ونرجو منهم أن يساعدوننا بالعودة إلى مناطقنا ونحن نشكرهم ونكرر الشكر لأنهم حاسين بنا وحاسين بأن أهل نازحين جاعدين بمخيمات في منطقة بزيبز ضمن الحملات الإنسانية التي يتبنىها تحالف السيادة تستمر حملة إفطار صائم بتغطية جميع المخيمات في الأنبار فأبسط ما يقدم لهم معنات إغاثية إلى حين تحقيق أمنية العودة إلى الديار التي يسعى تحالف السيادة جاهدا إلى تحقيقها نشكر تحالف السيادة لمساعدتهم في شهر رمضان وجزاهم الله خير لمن يحسون معاناتنا نحن نازحين بمخيمات بزيبز وجزاكم الله خير ونشكر الناس الطيبة التي تحسوا معاناتنا شكركم على المبادرة الحلوة وفرحين اليتيم ومحر فرحين الفقير والله فرحتون إن شاء الله من ميزان حسناتكم وقوتكم هاي ويانا ما ننساها والله أكثر من ثلاثة آلاف سلة غذائية لسد احتياجات النازحين في شهر رمضان مبادرة إنسانية تثبت للجميع بأن ما يقدمه تحالف السيادة برئاسة الشيخ خميس الخنجر هو إيفاع للوعود تجاه أهله في الأنبار من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة